المشهد الأكثر تعبيرا تراكم الجلسات النيابية لانتخاب رئيس النيابية جديد للجمهورية من دون نتيجة لا بل إن الجلسات العقيمة ظهرت الانقسام السياسي الحاد حول خيارين متناقضين واحد للأحزاب المعارضة يطرح مرشحا رئاسيا يطالب بسيادة الدولة على كامل أراضيها وثاني لحزب الله وحلفائه يطالب برئيس قال الأمين العام للحزب إنه يجب ألا يطعنه في الظهر بمعنى ألا يمسى بسلاحه وكانت الخريطة النيابية التي أفرزتها انتخابات الربيع الماضي قد عمقت الانقسام فهذه الانتخابات التي افتقدت زعامة سعد الحريري بانسحابه من السياسة نزعت الأكثرية من حزب الله وحلفائه ولم تعطيها للمعارضة وبالتالي لا قدرة لأي فريق على فرد مرشحه في أي حال اللعبة داخلية والمهندسون خارجيون هذه القناعة ثابتة والكل ينتظر تسوية ترسم في الخارج والسؤال الذي يورثه العام الآفل إلى سلفه أي رئيس للبنان ستأتي به التسوية؟ هل سيخرج لبنان من ظل محور إقليمي ويرأب الصدع مع العالم العربي والمجتمع الدولي؟ وماذا عن ترددات الإنجاز التاريخي المتمثل باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل؟ رغم تأكيد خبراء عسكريين وناشطين حقوقيين أن اتفاق الترسيم أضاع الكثير من حقوق لبنان البحرية فقد تميز أداء حزب الله بالواقعية بدعمه الاتفاق الذي من المفترض أن ينقل جنوب لبنان من الاستقرار الهش إلى الهدوء المحفز على الاستثمار ولكن الحزب يتمسك في الوقت نفسه بنفوذه القوي كما تجلى في حادث مقتل الجندي الإيرلندي نهاية السنة أفق العام الجديد ضبابي بامتياز لأن كلمة السر حول رئاسة الجمهورية التي ستشكل مؤشرا لطبيعة المرحلة المقبلة لم تكتب بعد والاعتقاد السائد بأن هذه الكلمة ستتأخر لتعقيدات الملفات الخارجية المؤثرة على لبنان والنتيجة مرحلة فاصلة من المراوحة القاتلة ينتهي العام على وقع تفاقم الانهيار بعدما حالت الحسابات المتناقضة دون تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي فكانت قرارات حكومة تصريف الأعمال ترقيعية لتمرير الوقت كزيادة رواتب القطاع العام مرتين ومضاعفة الدولار الجمركي عشر مرات إنها دوامة التضخم المرجحة للمزيد من الارتفاع إلى مستويات خطيرة دفعت بكثيرين في العام الماضي إلى مآسي قوارب الموت هربا من ديق العيش في بلد كان يحسد على سحره وجمال العيش فيه كلودي أبي حنى قناة الغد بيروت